السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاية كينة الظروف غير منتظرة ويجب منح السجنات بداية جديدة هذا ما قاله الممثل نابي العاطف خلال حوار مع أحد المصادر عن محسن بطل مسلسل كينة الظروف الذي يعرض ضمن السبق الرمضاني على قناة الأولى متطرقا إلى دوره في مراجعة بعض الأشخاص أحكامهم المسبقة تجاه السجناء السابقين ورأيه في نسبة المشاهدة كمعيار للنجاح الأعمال التفازية ويجسد نابي العاطف دور محسن وهو طالق نادية إحدى السيدة لواتي عشن تجربة السجن بسبب طمع زوجها في أملاكها الخاصة حيث تساهم هذه الشخصية في تطور أحداث هذا العمل الدرامي الذي حضي باهتمام المغاربة منذ أول يوم من عرضه وقال نابي العاطف إن ناجح مسلسل كينة الظروف ليس الصدفة بل كان متوقعا على اعتبار أنه عمل يملك معايير تميز من بينها الشخصيات والسيناريو والإخراج مشيرا إلى أن هناك أحداث أخرى ستقع خلال الحلقات المقبلة ستجذب الجمهور المغربي أكثر وبخصوص نهاية شخصية محسين أضافه ويضحك أنه ستكون هناك تغييرات كثيرة منها من ظهرت خلال الحلقات الماضية رافضا أن يقدم تفاصيل أخرى عن شخصية العمل قبل أن يرجع في كلامه ويقول أعيد الجمهور أن النهاية ستضم أحداث غير منتظرة وسجل الممثل ذاته أن الفن رسالة والمسلسل وصل إلى هذه النتيجة موردان أن إدماج السجنات أمر الصعب بعد قضاء هذه التجربة المريرة داعيا إلى عدم اللوم هذه الفئة المجتمعية وتقديم ياد مساعدة لهم من أجل بداية حياة جديدة أما عن الصفعة التي تلقاها خلال إحدى حلقات من طرف الممثلة سمية أقريو اعترف عطيف أنها حقيقية وطبيعية إن مشهد لقاء محسن وندية بعد خروجها من السجن كان في حاجة لردة فعل مثلها وتطرق إلى نسب المشاهدة كمعيار للنجاح الأعمال التلفزية مشيرا إلى أنها قد لا تكون دليلا على التمييز العمل على اعتبار أن الشخص قد يشاهد المسلسل فضولا منه وليس إعجابا هنا أنكم وصلت لنهاية الفيديو كانت معكم قناة فاتتي شانيل إذا عجبكم في فيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك واشتراك في القناة باش وصلكم دائما الجديد ومع السلامة